موسيقى السلام عليكم هلا احنا بالكتور الماضي حكينا عن البلازما مما ينفصلنا فيه طبعا احنا هلا اجدوا انه احنا نفوت ايش نفوت انسا دي سل ونحكي عن الورغانز طبعا موضوعنا في هذا الدكتور ان شاء الله هي دكتور رقم ثلاثة رح نحكي عن الممبرانيس اللي هم العضيات التي تكون محاطة التي تكون محاطة بممبران طبعا هذا الممبران يشبه البلازما ممبران الى حد كبير فيه فوسفوليبيتس وفلوة الموزايك وبروتينز انبيلت فهو شبيه فيه الى حد كبير جدا اوكي الله بسم الله نبلش ما بدي هذا السلايد خلص يعني ما نيجي خلاصة هنا احنا هنيجي احكم بممبراينيس الوغانل ونفصل فيه يعني البيجيكتف هذا مش رح يخدمنا يعني لو اخذنا فكرة عنه اوكي الله بسم الله نبلش السا mejorar originals تنقسم الى الجزئين او الى نوعين اول نوع اللي هو pass اللي هو النون ممبراينيس اوخage اللي هيلعcan that التي ذاه تكون محاطة بالممبران اوكي Embassy اوكي وطبعا للكام اسم ثاني اللي هو Lite deste originally الأرغانيز. عموماً هذول النون ميمبريناس أرغانيز هذي هم واحد الريبوسومس. إيش هم الريبوسومس؟ هم الريبوسومس اللي بتصنيع بروتينات. هم مصنع البروتينات. الريبوسومس تستقبل M RNA وباستخدام M RNA هذا بتصنيع بروتينات. ولما نوصل هم نفصل فيهم إن شاء الله. هلأ نمبر 2. السنتروسومس. السنتروسومس هذول هذي هم شايفينه من اللون الأحمر هاي هي السنتروسومس كانت تطلع MicroTubules عشان عملية Mitosis أو انقسام الخلوي التم. لأن الخلية باستخدام MicroTubules بتطلعهم السنتروسومس بتقدر الكروموسومات إنها تنفصل وكل كروموسوم يعني أو عفوا الكروموسومات تتوزع على كل جهة من الخلية عشان لما الخلية تنقسم. وتعطيك دوتاساس تعطيك خلايا بنات يعني بين قصيرين بنات زي ما بنحكي بالعربي كل خلية تاخد عدد مساوي من الكروموسومات هذا سنفصل فيها أكثر إن شاء الله بس نيجل أقوه قدام لأن البداية تكون عارفوا إنه سنتروسوم مبدئياً بتطلع MicroTubules عشان تساعد عملية Mitosis وهي عملية الانقسام. وفي عندك كرومس تركشة ثلاثة اسمها ProteoSomes العلاقة بالميتابوليزم بتاع البروتينات. يعني بتعمل درجشة لكثير بروتينات عشان يقسمون ProteoSomes عموماً مبدئياً مش لازم نفصل في هذه الأورجنس عارفوا بس إنهم Non-membranus ممكن تذكرهم باستخدام لمونيك PCR ماذا هي الميمونك؟ PCR Proteosome Centrosome ماذا هم الميمبراينس 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 أورجنس هم rough and smooth endoplasmic gorgia apparatus ليزوسوم Mytocondia, Secretor Physicals وبروكسيسوم وطبعاً في هذه الدكتورة نحن نتحدث عن كل هذول إن شاء الله بس بدي منكم شغلة هناكو ما ترخبطوش بين البروكسيسوم والبروتيوسوم ممكن يجي سؤال في الامتحانة والدكتور وضي يكون دقيق يجي يحط لك إنه البروكسيسوم وإذا مش بدقق على السلايدة كويس ممكن يس يرخبط بهذا الشغل إنه البروتيوسوم تشبه البروكسيسوم بليز ما ترخبطوا سجدوها عنكو أوكي يلا بسم الله نبلش على الساعة وسكرتنتها آخرية بديش أفصل فيها يعني إذا قدامي بنحكي عنه إن شاء الله أوكي الـ Endoplasmic reticulum إيش هو الـ Endoplasmic reticulum It's a System of Membranus أوكي Membranus معناته يعني متكون من Membrane يعني Lipid Membrane It's a System of Membranus Flatant وهذا Membranus إيش اللي بيميزه هذا الممbrane أو هاي الممbranus structures إنهم ممكن يكونوا Flattened أول شي ممكن يكونوا مسطحين زي ما إحنا شايفين هون مسطحين جايين صح مكبوسين على بعض ممكن يكونوا Flattened Rounded Rounded معناتهم مدورين فبتلاقي بتلاقي أنت هذا الـ Reticulum بدل ما هو هيك مسطح بتلاقي مدور زي هيك ممكن يكون Rounded أو ممكن حتى يكون Tubular تمام؟ ممكن يكون على شكل أنابيب بريب فالممbranus structures حكينا إنه كيف ممكن يكونوا طب هذو الممbranus structures إيش باسميهم بسميهم ستهني إيش باسميهم ستهني إذا هاي ستهني شايف هاي مثلا زي ما أنت شايفون هاي ستهني وهاي كمان ستهني وهاي ستهني ثالثة فهذو الممbranus structures باسميهم ستهني شايفين كل ستهني فيها إيش lipid body وهذه السسترني anastomose with one another anastomose معناته تشبك كلمة anastomose معناته شبكة فذي anastomose بتلاقي والله مثلا سسترني شبكة مع الثاني والثاني شبكة مع الثاني وهكذا ذي يجول anastomose with one another to form a network عشان تعمل لك شبكة اوكي مترابطة طب شو أنواع الـ endoplasmic reticulum النوع الأول اللي هو اسمه smooth endoplasmic reticulum اختصاره S-E-R النوع الثاني اللي هو rough endoplasmic reticulum اختصاره R-E-R طب شو الفرق بين الاثنين rough endoplasmic reticulum إذا بتطلع على الـ walls تعونه راح تلاحظ أنه الـ walls تعونه تحتوي أو يعني it contains it contains ribosomes تذكر ribosomes حكينا عنهم اوكي اللي هم المصانع الـ proteinات rough endoplasmic reticulum هي هون زي ما احنا شايفين فيه عندنا ribosomes موجودة على الـ walls أو يعني موجودة يعني في الميمبراين تاع هادولا الـ rough endoplasmic reticulum بينما الـ smooth endoplasmic reticulum لا يحتوي على الـ ribosomes وهذا إشي بيخليك تستنتج function تاعت كل واحدة فيهم صح؟ يعني مثلا الـ rough endoplasmic reticulum راح تستنتج انه مهم لتصنيع الـ proteinات بينما الـ smooth endoplasmic reticulum راح يكون مهم لتصنيع يعني another structures تنساشم smooth endoplasmic reticulum أصلاً وكي معمول من إيش؟ وكي الـ walls تعونه تتألف من ribos فإذا ممكن smooth endoplasmic reticulum يستغل جزء من الـ ribos الموجود في الـ water عشان يصنيع لك مثلا steroids يصنيع لك ribos تمام؟ يعني ينتج chemical ستكون steroids و ribos ويتطلعها بره أن تلسسات و plasm عشان يستفيد تستفيد من الخلية والجسم أوكي؟ يلا ممتاز بسم الله نبلش نبدأ أول إيش عن smooth endoplasmic reticulum نفصل فيه the regions of endoplasmic reticulum without ribosomes حكيناها without attached ribosomes يعني ما بيكون رابسه ملزق فيه smooth endoplasmic reticulum contains enzymes associated with the wide variety of specialized functions فيها يعني enzymes مختلفة وكل enzyme طبعا يؤدي وظيفة محددة بيعمل production ايش to certain molecules لأتطلعهم with light microscope cell which in smooth endoplasmic reticulum are highly acidophilic ايش معناته إذا حكي كلمة highly acidophilic معناته بتحب إنها تنصبغ بالصبغة الأسيليك ايش كانت الصبغة الأسيليك اسمها eosin إذن فالcells rich in smooth endoplasmic reticulum are eosinophilic فرح تصبغ بصبغة الايوزين اللي هي الصبغة الزهرية فعشان إيك إذا تطلع على الخلايا رح تلاقيها مصموغة باللون الزهري بدل ما هي مصموغة باللون البربل حتى تطلع الفرق إذا باللون بين السايتوبلازم تحتى دول السير cells smooth endoplasmic reticulum cells تطلع كيف السايتوبلازم كثير زهري مقارنة بالباسوفيلك in nucleus فهيو شفنا كيف انهم eosinophilic وإيش سبب eosinophilia هاي تمام آه موجود basic protein كونو في عندك انت protein ذاتها basic قاعدية فهي بروتينات كثير رح تحب انها ترتبط مع eosin وتنصبغ بهاي الصبغة فهيو احفظوا كويس smooth endoplasmic reticulum are highly acylophilic وترهون حار يعني أكد على هاي النقطة ليش أنه حيجيبها في المقارنة صح ولا لا أحقارنها مع rough endoplasmic reticulum فال rough endoplasmic reticulum رح تكون إيش بيزوفيلك وحنشوف كمان شوي ليش اسمعوا بدي أكونتوا تستنتجوا الآن rough endoplasmic reticulum الفيه ribosomes يعني بتقدر تربطوا بين وجود الribosomes وبين أنه rough endoplasmic reticulum is beisophilic إذا قدرتوا تربطوا ممتاز هاي يكون سهلتوا الأموعة حالكم وهي المعلومة ولا أموكم ما هتنسوا لنكون وانتو رستان تجدوها أوكي يلا ممتاز نكمل هلأ with electromicroscope رح نشوف أنه smooth endoplasmic reticulum takes the form of tubules or sacric عالة smooth endoplasmic reticulum بيحب أن يكون نافش بيحب أن يكون the form of tubules زي الأمبوبة ما بيحب أن يكون flattened فتطلع هون مثلا رح نرى أن smooth endoplasmic reticulum بطلع كيف عمل زي الأمبوبة زي التجويف صح ولا لا أو بيكون sacric يعني مدور شبه الكيس فما بيحب أن يكون flattened كقاعدة عامة طب يلا نكمل مع أوكي هذا السلايد حكينا بس خلنا نطلع نحن هون على electromicroscope ونشوف smooth endoplasmic reticulum أي هون نحن فيه عندنا smooth endoplasmic reticulum لاحظ كيف يا دكتور أنه إيش أنه يعني يعني تفور زي تيوب صح ولا لا تحسه زي التيوب فهذا هو smooth endoplasmic reticulum طيب أوكي ونظر هون 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 هتلاقي سستيرني لل smooth endoplasmic reticulum لكن هون نحن نشوف هم عند جنب هذور للسستيرني أوكي يلا نكمل هلأ شو الفانكشن of the smooth endoplasmic reticulum واحد lipid synthesis زي ما حكينا ما هو smooth endoplasmic reticulum أصلا الووز يعونه من lipid صح ولا معمول من membrane lipid إذن ممكن يستخده عشان يصنع بعض lipids فهو function تحته lipid synthesis خصوصا من steroids في عندك كثير هرمونات في جسمك يعني هي تعتبر steroids مثل testosterone الاستروجين هرمونات الذكورة هرمونات ونوثة مع عبا اوكي يلا نكمل مع بعض هلأ في عندي اوكي هلأ اطلعوا انت بتاعف انه فيه سموم ممكن توصل على الخلايا صح ولا لا طب انت يعني الخلايا ايش طبيعي ان تكون معلغ للا سموم ولازم خلايا تجد طريقة تتخلص فيها من السموم اوكي فعشان هيك لازم يكون في عندك انزيمات معينة ووظيفتها انت تتخلص من السموم هاي وهاي الانزيمات بحطها او يعني بصنفها تحت عائلة السايتو كون بي فون دلان فتي معناته انا كل هذول الانزيمات المسؤولين عن تخلص من السموم بعملهم لابلينج انهم عائلة السايتوكووم P450 وين بلاقيهم هذول عائلة السايتوكووم P450 بلاقيهم في السمود اندو بلازم كرتكيل اوكي the responsible for what detoxification of toxins معناته في التخلص من السموم اوكي بتعمل تعديلات كيميائية على السموم بحيث انه تبطل بحيث انه سميتها تقل جدا فهي detoxification of toxins internally produced by cells يسمرات الخدايا يعني سبب نتيجة او يعني كنتيجة للمتاعب وزمتاعهم تنتج سموم وعادة تتعامل مع السموم ولا احلى منها او ممكن انه الخلية تكون اصلا السم أجل من برد يكون الشخص مثلا اكل سموم اوكي فايش لازم فايش الحدي يكون انك برضو هاي السموم الخارجية تتخلص منها وعادة وطلع لانه الشخص لما يأكل يعني خلنا نفطر انهاي هون انا في عندي وجه تمام وطبعا انهاي هون انا في عندي stomach مثلا انهاي هون المعدة وهي هون الامعاء تمام هلا اتطلعوا شايفين انتو الامعاء بتودي وين اوكي يعني او الامعاء هاي الى بلد الفينس دوين نشتاها شايفين انتو الاوردة تاعة الامعاء هاي هتودي دم رح تودي دم اوكي دوين رح تودي دم للليفر رح تودي دم دم للكبد فاي اكل مع اي سموم يعني بتكون موجودة في هذا الاكل الدم رح يمتصه بعد هضمه طبعا الدم تاعة الامعاء رح يمتصه ومع السموم هاي ويوديه على الكبد وطبعا في هاي الحالة مين رح يتعامل مع السموم الخارجية الكبد خدايا الكبد هي التي تتعامل مع سموم خارجية فإنما السموم الداخلية التي يتم التاجها بالخلايا من الخلايا نفسها تتعامل معها كل خلية على حدة يالله فهيكي احنا خلصنا نقطة رقم اثنين وكدونا على نقطة راش اكسترنال مين بتعامل معها بتعامل معها نقطة ثلاثة سيكوستريشن معناته تحويش هذا المعنى حارثي الكلمة سيكوستريشن معناته تحويش او تخزين من تخزين الكالسيوم تخزين الكالسيوم وكمان ايش اتطلعه حين الحاجة طب هاي فهيه سيكوستريشن عن كونترول لديز في كالسيوم الساركوبلازم كتكيولم في استريات مصرسز إذن اكزامل هل استريات مصرسز وهو هم السكريتا مصرسز لهم نعتبرهم النوع الاعتياد من المصرسز زي مثلا المصر أو يعني العضل اللي بيكون موجودة في إيدك في عضلات يدك في عضلات قدمك هذول المصرس بيكونوا غير عن السمود مصرس غير عن عضلات الملساء بتكون موجودة في رحشة زي مثلا جهازك الهضمي تمام فالستريات المصرز هم العضلات اللي انت بتتحكم فيهم اللي هم بيكونوا مشبوكين مع الجهاز الهيكلي هذا استريات المصرز بتحتها وعلى إيش ساركوبلازم كرتيكيلوم لكن ساركوبلازم كرتيكيلوم سبيشال شوية بحيث أنه بيحب انه يحوش الكالسيوم ولما الخلية العضلية بالأتيجة تعمل انقباضة بتطلع الكالسيوم هذا في deeper ساركوبلازم فهي ساركوبلازم كرتيكيلوم بتطلع الكالسيوم في west على شهر الكالسيوم يعني يساعد العضلة إني تعمل انقباضة كلمة معنات انقباضة 이에 검찰 فتطلعوا سي اار في المصرس إلو اسم هيك الSpecial هو الساكو بلازمك كرتكيلوم هذا اسمه الSpecial أوكي فيلا نيجي هياك إحنا خلصنا نقطة رقم ثلاثة نيجي عن نقطة رقم أربعة وهي أنه الSER Smooth Endoplasmic Creticulum في الLiver Cells ممكن يعمل Glycogenesis بيكسر الGlycogen أنتو بتعفنوا الGlycogen وهو عبارة عن Polisaccharide معناته عديد سكريات الLiver بيخزنه في حالات حاجز مثلا ما أنت تكون صايم فبقوم الLiver بيكسر هذا الGlycogen عشان يمج جسمك بالغلوكوز أوكي فالSER بيعمل هذا الGlycogenesis واتطلعوا هون ممكن الSER إنه إيش يكون اللي يدور في الممبران فورميشن أندري سايكني حتى السل مبين يعني مش نحن نتفكر إنه سل إلها ممبران أوكي يعني فترضوا إنه هاي سل فالسل إلها ممبران فالSmooth Endoplasmic Creticulum هو أصلا برضو معمول يعني من فوسفوليبد بايلير صح ولا لأ فممكن Smooth Endoplasmic Creticulum تساهم في تصنيع السل ممبران تاع الخلية ومش بس هي كمان يعني تعمل عادة تدوير باضي الكمبونس تاع السل ممبران أوفل السل أوكي هيكي احنا خلصنا Smooth Endoplasmic Creticulum ليجا هسترون عن Rough Endoplasmic Creticulum طلا They have ribosomes on its membrane وwith light microscope بشوفهم بيزوفيلك ليش؟ هم بيزوفيلك بسبب وجود الribosomes طب حكي تحكي لماشي شو يعني لو موجود الribosomes الribosomes يا دكتور تحتوي على RRNA تحتوي على نوع من الRNA هو ribonucleic acid بنسميه RRNA أوكي طب انت تطلع أنا قاعد بحكي عن ribonucleic acid أوكي نوع من نوع من الأحماض يعني RNA ونوع من الأحماض النووية فRRNA Acid طب الacid يحب ينصبغ بصبغة بصبغة بيسيك أو أسيديك طبعا الأسد أي structure that is acidic وفي الحال RNA بالريبوسوم اللي فيها رح يحب أنه منصبغه بالصبغة البيسيك اللي هي الهيماتوكسلين فعشان هيك with light microscope رح يشوف أن الريبوسوم are highly basophilic تمام they're highly ish they're highly basophilic فرح نلاقي أنه لونهم جاي على بنفسها جي أكثر قارنهم من قارنهم بالSmooth Endoplasmic Articulum الفرقة حيكون كثير واضح أوكي راحظ الشغلي هون راحظ أنه هون يعني بيكونوا مكبوسين أكثر إذا بتنتمي أنت على Smooth Endoplasmic Articulum Smooth Endoplasmic Articulum بيكونوا يعني مور تيوبراك تحس أنه فيه فجوة صح ولا لا تحسهم هيك ذائريين أكثر وأنه فيه فجوة ذائرية تكون موجودة بينما هؤلاء بيكونوا يعني مكبوسين أكثر بيكونوا زي هيك تمام طبعا أنا بحكي خقاعدة عامة فاتطلعوا هيو with the electron microscope rough endoplasmic Articulum appears as a stack so flattened flat بيكونوا flattened cisternae with ribosomes on the surface like small beads هذا على الإلكترون microscope تكونوا ثلاث يعني إذا بتطلع على السطح بتحسها زي معبي ribosomes أنت يعني بتشوف على السطح حبيبات زي ما احنا شايفين هون شايفين بلولة كلهم rough endoplasmic Articulum شايفين كيف ثلاث وشايف كيف أنت شايف حبيبات خلص واضح جدا أنها rough أوكي واتطلع هون the amount of rough endoplasmic Articulum and its distribution are correlated إيش معتوا كلمة correlated معناتوا إلها علاقة فبالتالي كمية rough endoplasmic Articulum وتركيزها في الخلايا distribution معناتوا تركيز فكمية rough endoplasmic Articulum وتركيزها في الخلايا في يعني متناسبة تناسب طرد مع إيش with the activities of the cells and protein secretion كل ما كانت الخلية بتصنع بروتين أكثر كل ما كان طبعا إيش بديه هنا تحتوى rough endoplasmic Articulum أكثر لأن rough endoplasmic Articulum أكثر معناتوا ribosomes أكثر فمعناتوا تصنيع بروتين أكثر عشان هيك أنا أكدت لك عن نقطة أنه ribosomes بتصنع بروتينات في بداية الليكتر عشان هيك فصلت لك أنا فيها شوي لأنه رح نبني عليها شغلات زي ما أنتم شايفين كمان شوي فلتطلع شو فيه أمثلة على هاي الخلايا اللي بتصنع بروتينات كثير وبالتالي تحتها وعلى rough endoplasmic Articulum كثير خيرا نيجي نتطلع مع بعض بيحكي لك هون pancreatic acinar cells زي ما احنا شايفين هون تمام pancreatic acinar cells كلمة acinar هاي رح تتعود رح تتعود عليها لقدام إن شاء الله لما ناخد histوناجي أكثر لكن مبدئا يعتبر خلايا pancreatic pancreatic شو بيصنع يا دكتور pancreatic وظيفته إنه يصنع إنزيمات للهضم صح فمثلا هاي هنا أنا بيكون عندي pancreatic pancreatic ايش بيجي بيعمل بيصنع إنزيمات هاضمة مثلا هي بي X وهي الإنزيمات الهاضمة تنزل وين تنزل في الأمعاء تمام طب ليش بتنزل في الأمعاء تنزل في الأمعاء بيصنع إنزيمات طبعا الإنزيمات يعني هاي digestive إنزيمات الهاضمة هي إنزيمات يعني بروتينات فعشان هيك pancreatic لازم يصنع إنزيمات كثير بين قوسين بروتينات كثير فلازم يحتوي على رف endoplasmic reticulum تمام فهي pancreatic acinocles هنا أنا شرحت تلكوا ليش إنه بتحتوي على رف endoplasmic reticulum ويعني بما كنتوا فلمتوها مش راح ترخبطوا وتحكوا إنه pancreatic يحتوي على smooth endoplasmic reticulum clear فالpancreatic acinocles الفايبوبلاست الفايبوبلاست زي ما هو واضح من اسمهم فايبوبلاست أنا خلية بصنع fibrous tissue تمام إتوا خدتوا عني connective tissue في البيو 101 وبتعرف إنه connective tissue على إيش بيحتوي بيحتوي على fibers يحتوي على الياف زي إيش وزي كولوجن طب أوك شو بنسمي الخلية بلا تصنع هذا الكولوجن fibro eblast أوك خلية بتصنع fibros طب ما هو الكولوجن عبار عن إيش protein معناته لازم يكون عندي rafendoplasmic reticulum عالي وفي عندنا نوع الثالث هو cells بنسميهم plasma cells plasma cells هو النوع من أنواع الخلايا المناعية هي اللي بتصنع الأرسام المضادة هي اللي بتصنع إيش بتصنع antibodies طبما antibodies ومعبار عن proteins طبعا لازم يكون عندي r e r عالي تمام هي كل شيء بالفهم بلزخ فأوك فهيهك إحنا خلصنا هاي الpoint نجح نحن سنع function of rough endoplasmic reticulum synthesis of protein for secretion بنتج بروتينات عشان يتم بإفرازها وطلع incorporation into plasma membrane protein and lysosomal endos أنا بصنع بروتينات عشان ها ممكن واحد أنه أفرز هاي البروتينات بره الخلية وممكن هاي البروتينات بدل من أن هاي الخلية التي تحتوي على r e r تفرز البروتينات بره الخلية تحكي يا عمي ليش ما نحط هاي البروتينات في plasma membrane يعني ممكن الخلية تصنع بعض البروتينات وتطلع ها بره و البعض الآخر من البروتينات تحكي يا عمي هذول بلازما بروتينات بدل حافظ عليهم في بلازما اوكي فأيون واحد بروتينات ثلاثة ليزوسوم انزام ايش هم اللايزوسوم هم عبارة عن الهضم داخل الخلية اي اشي بيفوت على اللايزوسوم عالطول رح يتم هضمه تمام طبعا اكيد يعني اللايزوسوم يعني في اللايزوسوم صح الانزيمات الهضم اللايزوسوم وين رح تنحط رح تنحط في هذول اللايزوسوم بنفصل في اللايزوسوم اكثر كمان شوية اوكي يلا ممتاز اوكي خلصنا هذا السلايد برضو نيجي احنا سننحكي عن غورجي كومبليكس اللي هو غورجي أبارتس هذا ايش غورجي كومبليكس it's a هو عبارة عن نظام معقد of membrane vesicles and cisternae واحد طلع انا قاعد بحكي عن معناته عن مركب فاذن مش رح يحتوي لك على نوع واحد سيسترني اذا شايف هذول الvesicles هذول جزء من غورجي تمام هذول هذول جزء من غورجي ففي عندك vesicles وفي عندك cisternae cisternae اللي احنا نحكيناه هذول الانابين نسميه cisternae طب شو بصير في هذول cisternae with vesicles in which proteins and other molecules made in the endoplasmic reticulum undergo modification and maturation ايش معناته هذا الحكي فالطلع احنا ونحكينا proteins and other molecules فمعناته ان هون مثلا يكون عندي rough endoplasmic reticulum والله صنع بروتين والله هاي هون صنع البروتين وهي بروتين تاعي هو مثل الصلاح لكن للأسف كثير من البروتينات في الصنع الrough endoplasmic reticulum بتكون بدائية لسه بدنا نعمل عليها التعديلات ولسه من خذها تنضج اكتر يصير لها maturation له البروتينات فايش الحل مثلا احنا ندخلها على gorge apparatus والgorge apparatus يعمل التعديلات اللي شايفة لازمة فهذه البروتينات تنحط بيسيكل زي ما احنا شايفين بيكون اسمها transport فيسيكل فمثلا هذا transport يحتوي على البروتين وبعدين هذا transport يندمج مع السسترني وبعدين السسترني بتعمل التعديلات اللازمة على هذا البروتين بصير maturation وخلص بعدين هيك نصفي انه البروتين جاهز انه يطلع بره القرجة وبنحط ايش نحط في back use shipping region تمام بنحط back use اوكي فبس هذا هو gorgy apparatus يعني ممكن مثلا gorgy apparatus يقرر انه انا شايف هذا البروتين البداي احط عليه شغر مثلا اخلي glycoprotein مثلا قوم احط عليه شغر ممكن يعمل 10,000 شغلة المهم انه يعمل modification فهي ايش بصير عندك البروتينات they will be sorted معناته راح تقسم into specific physical او راح تتوسع على specific physical كل البروتين بروح على physical خاصة فيه خلص بعد مجورجي complex بيكون يعني عمل التعديلات بيصنف البروتينات هاي بيقسم ها تمام وبيوزع كل واحدة على physical وبعد ان physical بتودي هاي البروتينات الناضجة مطرح الخلية محتاجة طب نطلح هون with light microscope it is negative ايش معناته كلمة negative معناته صعب انه ينشاف ال gorgia apparatus صعب جدا انه ينشاف بال light microscope okay it is negative with h and e stain but after silver or osmic impugnation معناته اذا ضفنا احنا silver او ضفنا osmium tetroxide تذكر osmium tetroxide يستخدم كcontrast الالكتر microscope yes اذا ضيف silver او osmic او osmium عفوا وكذا gorgia appears as a dark granules تمام gorgia بيبين as dark granules معناته بيكون زي حبيبات هيك لون غامج شوية اغمج من الساعت plasm او بيبين reticular structure reticular معناته شبه الالياف شبه الخيوط كلمة reticular or reticular or endocularizations يعني مثلا نيجي نتطلع هون بداية بداية ان يا دكتور شايف انت يعني بجوز بعضكم يضغط يفكر انه هدول هم gorgia هدول 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 فعليا gorgia هي المناطق الغامجة هاي شايف هاي بتحس هك كثير silver عملنا silver impugnation impugnation معناته وضع انك انت تكون ضفت عملنا silver impugnation او osmio impugnation فصارت مبين dark تمام طب نيجي نتطلع مع بعض هلا السايت وين بلاقي انا gorgia apatis بيحكي لك sparing nuclear معناته around the nucleus nerve cell بالخلية العصبية مثلا اليوم بلسوم الخلية العصبية بنراقي حوالين the nucleus gorgia apatis ما بنراقي كثير متوزع وين بلاقي حوالين the nucleus ليش ما حد بيعرف بس في فرضيات بتحكي لك انو الخلية العصبية بتتعامل مع شحنات خصوصا وين هاي الشحنات بتكون بتكون موجودة على الممبرين تاها فهاي الشحنات يعني فعفوا يعني فالخلية بتحاول تخلي الجورجة يبعد عن هاي الشحنات مطرح فما بتخلي ما بتخلي جورجة يبعد كدير او يكون في سايتو بلاس مقريب من السل الممبرين لا يضل حوالين النيوكليس هاي واحدة من الفرضيات اللي مش مؤكدة تمام حبيت احكيها لانه لما الشغل تكون منطقية خلص بيحفظها فهي اتسبر النيوكلير النيرف سلز بينما تطلع مثلا في الليفر سلز بلاقي الجورجة سكعتر للسايتو بلاس بلاقي في كل السايتو بلاس مش فس حوالين النيوكليس طب تطلع في السيكريتور سلز وهي خلايا اللي بتفرز تمام زي مثلا الخلايا الهضمية الخلايا الهضمية اوكي بتطلع افرزات فبالسيكريتور سلز بنلاقي الجورجة موجود تلايز بين النيوكليس و السيكريتور معناته السطح اللي راح تفرز منه الخلية الافرزات تاعتها بلاقي الجورجة ايش معبي هاي المنطقة طبعا ليش لانه مثلا الخلية بدأ تفرز بروتيناتو بدا تفرز انزيمات اوكي لازم هاي الانزيمات عشان نصير لها تمر من الجورجة صح و لا فمش راح اقلقي الجورجة تحت في المنطقة اللي بتكون يعني محطة ما قبل ايش ما قبل ان الخلية خلص تفرز البروتين هاي راح لها في المنطقة هاي طبعا عشان خلص اول ما يصير عندي البروتينات تطلع طول طب اطلعت عن الجورجة طبعا هاي هون احنا في عنا النيوكليس النيوكليس هاي 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 احنا في عنا ايش الجورجة هو باللون البرتقالي الجورجة في اله two faces زي ما درسته بالميو 101 تمام في عندنا هون cis face وفي عندنا هون trans face cis معناته صح بينما trans معناته العكس صح كلمة trans دائما معناته المعاكس او على الجهة الاخرى بينما cis بيكون على نفس الجهة طب ليش جهة cis وين جهة سموها trans ليش هذا الوجه بالذات سموه trans بينما هذا الوجه سموه cis لالجورجة باتس لانه الوجه للترانس بيكون موجه يعني الى خارج الخلية تمام الى مناطق يعني الى مناطق مع خارج الخلية المناطق اللي خلص وقت لها بحكي انو انا طلعت برغة الخلية بينما cis بيكون موجه لمناطق داخل الخلية فشارفة التسمية المنطقية cis معناته سيم معناته انا موجه الى داخل الخلية بينما trans لأ انا موجه لاش plasma membrane خلص بدي اطلع كيف تتم السلافة باختصار ايه انا مساحت هاي اوكي كيف تتم السلافة باختصار هاي انت في عندك rough endoplasmic corticulum صنع بروتين في البروتين نحط في transport vesicle بفوت على cis face وبعدين البروتين بالضبط يمشي يمشي في الجولجي لحديث ما يوصل على trans face وبعدين بالtrans face بيفوت ب sec retory vesicle ايش بيفوت ب sec retory وليس transport vesicle خلص sec retory انا بدي افرز هذا البروتين فهذا البروتين طيلا نجد تطلع مع بعض gorgie complex within the electron microscope رح نشوف ان gorgie apatis معمول من membrane bound cisternae او sacros حتى بسموها يكون ممكن يكون معمول من sacros او cisternae او sacros اصنع بعض cisternae ايش ناصحة شوية as well as large and small vesicle هاي هاي هون كمان شغلة مهمة بتلاقي gorgie موجود فيه large and small vesicles تمام بتذكر وفتاقي في gorgie كدنا it's a complex فاذا يحطوا على cisternae وبدناش ننسى vesicles تعونا فاتطلعوا ايوان احنا في عنا vesicles هاي هاي هي vesicles بينما هاي ايش cisternae بتكون طلع هون في عند 3 the 8 cisternae per gorgie عادة depending on the secretory activity of the set كل مكان عندها secretory activity اكتر كل مكان عدد cisternae اعلى the array of cisternae is curve ايش معناته كلمة curve معناته اعوج شوي كلمة curve او معناته خلينا نحكي مدوة ما بلاقي والله cisternae هيك مستقيم لا بتكون معووجة من جنب تمام شايف كيف بتكون هيك معووجة تكون عندك side that is concave في عندك side that is convex concave اللي هو المقاعل طلع انت هون هذا side من gorge او من cisternae بيكون concave معناته مقاعل من convex بيكون محد ممكن تذكروها زي هيك اصلا كلمة concave جاية من كلمة cave معناته كهف مش الكهف بيكون زي هيك عامل زي مغارة او كي لجوة فالconcave surface بيكون عامل زي مغارة هيك يعني غائر لجوة فايت لجوة هذا معناته كلمة concave بيكون ناصح طالع لبرة فهي it is curved giving the gorge convex and concave sides هلأ نطلع معناته the physicals are of various sides معناته من الشكال المتباينة being larger بيكون شايف انت concave انت بيكون larger وإذا قبل هيك صحيح خير نجح نجيب سلتهم بيحكي لك انه عادة the cis face بيكون convex تمام the cis face بيكون عادة convex surface يعني بيكون زي هيك فعليا دبلك تجد تطلع عليه بينما the trans face بيكون concave بيكون مقاهر وإذا بدنا نجي نطلع هون رح تشوف هذا واضح جدا في electron microscope هاي هون احنا في عنا trans face طلع كيف trans face هيك trans face فالtrans face إذا تجد تطلع عليه رح تشوف مقاعد إذن it is concave بينما إذا من يجي نطلع على إيش من يجي نطلع على cis face رح تطلع إيش رح تطلع convex تمام فهي طلع the visicles are of various size the visicles عادة اللي انت شايفة هون تكون أشكالهم إيش بتكون أشكالهم متباينة وvarious فبتكون larger at the concave شايف إنت المط يعني شايف إنت الconcave surface يعني التو surface يكون مقاعد أيو بتاغ الفيسيكال في عادتهم تكون كبيرة they are larger at the concave يهو إيش trans or maturation surface يعني كل هاي شايف هالكلمات trans face maturation face وك concave كل هم نفس المسميات concave surface trans maturation surface نحن 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 عادة مواجهة ل البيسيكال منطقي ل تكون larger لأن هذول أصدر هذول البيسيكال صح أو لا أنا بكون مجمع البيسيكال ويلا هاي البيسيكال بتكون بعد التعديد بعد ما اضفت مثلا glycogen وهكذا فعشان هيك البيسيكال بتكون موجودة trans البيسيكال اللي بدها تتصدر لبرة أو البيسيكال بتتصدر البروتينات لبرة بتكون larger تمام بينما البيسيكال اللي بتكون موجودة على السيس أو على السيس فيسيكال هاي ايش بتكون بتكون وضح عنها بتكون smaller هاي الفيسيكال بتكون ايش بتكون smaller smaller at what تكون smaller at the convex surface وهو نفس السيس surface أو formation surface لذي سموها formation surface لأن هون أول ما بيبلش يعني أول ما بيبلش البروتيين سير بينما transface بيسمي إيش maturation لأنه خلص بيكون البروتيين نضج يعني لما يوصل البروتيين لهذا transface بيكون نضج تماما طبعا نكمل معظة The small physical from rough endoplasmic reticular carry secretory material towards the formation surface أيها شرف انت the formation surface لهو نفس السيس phase لازم تتعود على مصطلحات يجيب لك formation يجيب لك sys يجيب لك concave خلص كل واحد لازم تعفى في هذا من يكون جايب البروتيين اللي يكون جايبة هو rough endoplasmic reticular تماما the small physical صغيرة لما تيجي على sys phase بينما transface اللي هو concave surface بتكون vesicles اللي طالع منه كبيرة و رح تلك لاش اوكي يالله شو الفنكشن ساعت الجورجي complex it is the site for the packing كلمة packing كلمة عامة شوية تشمل كتير شرات زي مثلا تغذيف وطبعا كلمة تغذيف هون قد تعني addition of other molecules that protein it is the site of packing معنات تغذيف البروتينات ويس كلمة تغذيف ماذا تشمل كمان أنتو عبارة عن amino acids لكن يعني in sequence صح لسه ما بيكونوا لافين لسه بيكون protein ما لاف حوالين حاله وعمل structure مطلوب منه فكثير مغرات في الخلية ايش بيكون rough endoplasmic reticulum بيطلع polypeptide وهذا polypeptide في gorgia apathis اوكي يعني فلنفض ان هذا gorgia apathis هذا polypeptide في gorgia apathis ايش بيصير بيليفت حوالين حاله وبيطلع لك mature protein صح ممكن طلع لك alpha helix ممكن طلع لك beta pleated sheets اذا اخذتوها في bio 101 ممكن alpha helix ممكن طلع لك tertiary structure whatever it is هاي معناته كلمة packing it is the site for packing condensation معناته تكليف and storage of secretory products طب يلا شوال فونكشن ثلاثة gorgie complex is an important site for packing hydrolytic enzymes of primary lysosomes اذا انت بدك تخلي hydrolytic enzymes تاخد structure الصحيح تحتها بحيث ان تقدر تعمل activity تحتها بتروح gorgie complex ايش معناته كلمة hydrolytic enzymes هي انزيمات هاضمة hydrolytic enzymes of primary lysosomes وحكيت لكوان عن lysosomes يلا نيجا نحكي عن secretory granules condensing vesicles into gorgie apathis فمنشأ هو gorgie apathis تمام secretory granules عادة هما نفسه بكونوا secretory vesicles هي بكونوا secretory vesicles secretory granules are found in cells that store product تخزن product معين وركة معين until it's released by exocytosis طب شو the structure secretory granules the granules are surrounded by membrane contain a concentrated form معناته form مركز of the secretory product secretory granules with dense contents of digestive enzymes are also referred to as zymogen granules بعض secretory products بيكون فيهم digestive enzymes كثيرة بيكون فيها digestive enzymes بيذهب خصوصا secretory granules تكون موجودة في الخدايا الهضمية هلا هذور لل granules ايش ما سميهم بسميهم zymogen aguanules ايش بسميهم zymogen aguanules اوكي هلا يجي نحكي على another organism يسمهم lysosomes كلمة lysos معناته تكسير او تحطيم صحيح اصلا كلمة lose بالانجليزي انك تخسر شغلة معناته انه شغلة تفرط منك فعليا lysos معناته هو الورغانل التي تتكسر فيه الموليكيوز الموليكيوز الموجودة في السل تمام فهي lysosomes they are considered as the digestive apparatus of the sel هي عدة الهضمة للخلية هلا اطلع lysosomes هم معبوعة membrane bound very rich in hydroletic enzymes يكون فيهم انزيمات هضمة كثير hydroletic enzymes حكيت لكم برجع بعيدة معناته انزيمات هضمة مثلا انزيم اسمه acid phosphatase اوكي طب ليش جاب الى concery acid phosphatase يعني اشمعنا من 10 3000 انزيم في lysosomes جاب لك 6 acid phosphatase مش ممكن لانه في histology راح نستخدم acid phosphatase هذا حنحاول نعمله detection بلا ممكن 100% زي ما هنشوف كمان شوية في الله شو الورجن تاعة lysosomes جاي من الجورج region where the various enzymes are packed شايف الجورج apparatus كدهش عطار الجورج apparatus عطارك كذي هو بالsecretary granules طلع كم يعني other organ عطار عطارك secretary granules وعطارك lysosomes وكي هلا with light microscope the lysosomes are not well shown on H&E stain يعني ما بيبينو على H&E stain لكن they can be visualized after staining with tall within blue إذا بتعطي صبغة اسمة tall within blue lysosomes بتبين عندك هذا يطلع histochemically histochemically معناته بالhistochemistry إذا تتذكر من المحاضرة الأولى بتشوف أن activity تتاعت تنزيم معين وهو في الحال acid phosphatase فهي histochemically lysosomes are demonstrated by the acid phosphatase test نعمل test اسم acid phosphatase ما داعي تفوتوا بتفاصيله كثير عادة نعمله عشان نعمل detection of the semen اللي هو السائل المنوي إذا يعني قصة طويلة طويلة عريضة بس خلاص أعرف إنه هذا التست مبدئيا نحن بنعمل من خلاله بنعمل detection acid phosphatase وكمان we show some by tustains such as acridine أو عفوا بالإضافة لل acid phosphatase تست ممكن أن أبين وجود lysosomes باستخدام صبرات أخرى مثل acridine غير عن torluidine يبدو اوكي إذا طلع أنت هون عن lysosomes كيف torluidine يبدو بتبين شايف كيف دير بالك هاي الن هي نيوكليوس عشان حط لك هون كلمة الن بينما ال هم lysosomes هلأ طبعا الالكتر ميكروسكوب سوف نرى انه lysosomes are membrane bound vesicles وفي عندي أنواع من lysosomes فات طلع في عندك انت هون primary lysosome primary lysosome are newly formed ones بتكون lysosome معموذة fresh لسه جديدة they have not yet engaged in any digestive activity بتكون خلاص طالعة fresh ولسه ما بلشت تعم شوف له digestion primary lysosomes لكن بلشت انها تعمل digestive activity يعني مثلا طلع هاي الصورة بيكون والله مثلا خذينا نحكي انه هاي immune cells خذنا نحكي انه السل التي تحتوي على هذا lysosome are immune cells تمام مثلا مثلا ودخلنا بكتيريا فاتت بكتيريا على هاي السل يعني مثلا هون انا في عند الماكروفيج فاتت بكتيريا على الماكروفيج شو بنا نعمل بنا نحط هاي البكتيريا بنا نخذيها تندمش مع primary lysosome عشان primary lysosome تبدأ تعمل ها digestion فاتطلع مثلا هاي هون انا في عندي substance ممكن تكون بكتيريا وكيف فاتت على بتت تفوت على lysosome عشان تبدأ تعمل engagement بالdigestion activity هاي اش منسميها secondary lysosome طب اتطلعوا هون في عندي اش هون بسميه الزج والبادي اش الزج والبادي الزج والبادي ومعبار secondary lysosomes containing indigestible materials مرات ال lysosomes يعني اوكي صحيح هي عند قوة هضمية هائدة بس بعض الشغلات ممكن lysosomes ما تقدر نترضمها فهاي الشغلات اوكي منسميها indigestible materials ان للنفي digestible معناته هضم هاي materials غير قابل للهضم فبتظلها قاعدة داخل ال lysosomes تمام ال lysosomes مش عارفة كيف تتصرب فيها وخلص بتظلها موجودة جواتها الى يعني الى ان يشاء الله فال residual البادي هم معبار عن secondary lysosomes فيهم indigestible material اصلا كلمة residual residual معناته ترسب يعني عندك شغلة ال lysosomes accumulates in the long lived cells such as heart muscles and nerves شايف انت heart muscles and nerves دور عادة ان خلايا تظلها مصمدة يعني في الجسم ما تموت بينما انت قارنها مثلا في خلايا جلد خلايا الامعاء قارنها بالإبيثيديوم بشكل عام الإبيثيديوم يا دكتور هي الخلايا الطلائية تموت بسرعة لك من خلقها وهذا عالي جدا انها تموت بسرعة لانها تستبدأ بخلايا أخرى لكن heart muscles and nerves الأعصاب والقلب خلايا ما تموت تمام لانها غير قابلة للتعويض عشان هيك من حكمة ربنا انهم ما بيموتوا طب كون هم ما بيموتوا فمعناته إيش ال lysosome انه بتظلها تعمل درجش انه كثير شغلات مليون عايش مليون سنة فإيش منطق جدا انه ال lysosome يراكم indigestable material صح ولا لا فهيو درج الجو البادي منطق جدا انه تأكيوميليت long glif cells في الخلايا بتعيش كثير انا بتكون تعرضت يعني او تعاملت مع كثير substances وكثير materials تحاولنا تعمل درجش زي إيش ال heart muscles and nerves cells ال heart muscles cells تحتوي على indigestable material منسمي lipophusion pigment ايش منسمي lipophusion صح ناس ان هذا lipophusion ايش كان بصير بس يعني لقدام تلبا ان شاء الله هتاخدوا اكثر عن lipophusion pigment هذا هو علم الامراض اوك يلا نكمد طلا هاي ها مثلا في عندك زجر البادي شايف انت هون زجر البادي هو عبار نيزوسون فيها indigestable material و ايش انه هادو لانه اطلع جاي شبه لل lipid ايش انها lypo فوش تمام هذا الامر هي الميتو كوندرية وهذا هو طبعا غورجي او غورجي او شايف كم هنت هون اي عبار عن نيزوسون وفيها 10,000 شغلة فيها كثير ماتيريال جوات صح ولا فاذا انت بتستنتج منطقية منطقية انه ايش هاي فيها انه هاي رزجو الباضي انت شايف ترسبات فيها رواسب رزجو الباضي قولا واحدا طبعا ايش ايش بيفوت الخذية عن طريقة فاغ او بنو سي بس بيا lyso و اتطلع هون كمان مرات لما في عندك اشي يتضرر في الخلية زي مثلا ميتو كوندرية تتضرر وكي بتيجي الخلية بتحكي انا شو بتدف اشي متضرر جواتي لا يا عمبي خلص خلص خليني انا اعمل درجشن لهاي ميتو كوندرية واستغل واستغل انا البيلدينج بلوكس او يعني استغل مكونات هذه الميتو كوندرية التي تم هالضماء عشان اصنع ميتو كوندرية جديدة صح فيش بيكون الحل بيكون الحل انك تدخل ميتو كوندرية او اي ارغان ثاني خربان انتو الريزوسوم عشان الريزوسوم تخضمه والخلية تصنع ارغان الثاني جديد فيو they're responsible for the disposal disposal معناته التخلص disposal تاني التخلص of worn out worn out معناته مهتب they're responsible for the disposal of worn out or damaged cell components زي مثلا old mitocondria مش بسيك كمان they're responsible for the removal of non-functional organs organs بتكون مش شغالة and excess cytoplasmic structures مثلا في عندك شغلات زيادة في السيتو بلاس من ريزوسوم تخلص منها هالي بروسس يسمى اوتوفاجي ايش يسمى اوتوفاجي اوتو طلع معناته ذاتي اوكي بين افاجي معناته اكيد اوتوفاجي معناته الاتهام الذاتي عم باكل انا شغلات موجودة في الخلية مش عم باكل بكتيريا قاعدة بتفوت من خارج الخلية لا انا لما اكل اوغان الخربان عم باكل شغلات من داخل الخلية عشان اكيد اوتوفاجي تمام وطبعا الميتوكوندرية هاي مثلا هاي الميتوكوندرية تفوت تلتة حمع الزيزوسوم الاثنين مع بعض ايش رح يجو يعملوا لك اوتوفاجوسوم طلع هون شافرون ميتوكوندرية هاي هون هاي 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 دوليتك انسايم الاثنين مع بعض ايش بيعملوا لك اوتوفاجوسوم عبارة عن اتحاد الاسم اتحاد الاسم الايزوسوم مع يعني مع هذا الارغاني بنا نعمل اوتوفاجي اوكي فتطلعوا مثلا هون احنا في عنا لايزوسوم وفيه اورغاني بيدو سيردو ايش دارجشن فبتعمل لك اوتوفاجوسوم يلا نيجا نحك على اورغاني اسمو بيروكسيسوم هالدول البروكسيسوم هالسفرق الممبراني اس اورغاني اسفرق معناته دائريين their name for their enzymes تمام في عندهم منزيمات دعات بروديوز تنتج الملدي منسميه هاردوجين Carolina العشان تسمون بروكسيسوم 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 اوكي فproof بروكسيسوم سفيها enzymes تنتج H2O2 تنتج هاردوجين بروكسايد وكمان بتكسر هاردوجين بروكسايد way تنتج هاردوجين يتنتج متكسر هاردوجين بروكسايد حسب الحاجة اوكي different form different form lysosomes different from مش form only from غلط ما فيهم انزيم اسمه acid phosphatase ويحتوي على انزيم اسمه catalase معناته بيكون عندك انت هون هذا endoplasmic reticulum يعني تعرف ما هو معمول من membrane صح ولا لا فبقوم هيك بتطلع عليك physical زي كيف مبدأ الاكسوسائتوسيس بالplasma membrane نفس المبدأ فبيعمل budding out معناته بيخلي هون انت في عندك برعم من الممبرين بتاعه بيطلع زي برعم من الممبرين وهذا برعم ينفصل من الممبرين تعال اندو plasma reticulum عشان يعمل لك البروكسي سروم فهي they're formed either by budding of precursor bicycles من bicycles يعني من bicycles بداية precursor bicycles من ال endoplasmic reticulum أو division of pre-existing one معناته ممكن يكون انت في عندك كون vesicle تكون هي عبارة اصلا عن بيروكسي سروم وتنقسم وتعطي كيش two vesicles مثلا والثنين بيروكسي سروم تمام؟ ممكن يكون جاي من ال endoplasmic reticulum أو البروكسي سروم ممكن يكون يجوا اصلا من بيروكسي سروم او هذا بيروكسي سروم ال endoplasmic reticulum تمام؟ فالدرقس اللي هي الأدوية وكيم بتاع في النوجسين بده خلص يعني بده شيوم بده فعالة 24 ساعة بده يتخلص من اكتفتي تاعتها باستخدام باستخدام ال liver والكلي تمام؟ باستخدام الكبث وباستخدام الكليل فتطلع مثلا هاي الصورة هاي الصورة بتورجيك الريزوسوم هون وينما هون احنا فيه عنا بيروكسي سرومس هتحكي كيف احنا ميزنا بيروكسي سرومس يا دكتور هون موضوع السلايد الجاي فتطلع والدرقس الميتريكس ايش معناته بميتريكس؟ معناته اللوب تمام؟ فهي طلع اللوب تاع البروكسي سروم بتحس انه هيك فيه كثير حبيبات صح؟ is finally granulated contains a dense score واذا انت بتيجي بتطلع رح تلاقي انه فيه نواة هيكة dense معناته كثيفة صح؟ ولا العاملة زي دون غامق اذا احنا ملاحظين هون وعشان هيك احنا قدرنا نميز البروكسي سروم تطلع هاي هون النواة تاعت الدون الغامق فالسلل انك انت تتميزها على الالكترون ميكوسكوب فهل اشي بيميزها عن اللايزوسوم the matrix is finally granulated زي ما حكينا محبب and contains a dense score معناته لوب كثيف which represents the constituent enzymes هذا الكور هو الذي يحتوي على انزيمات البروكسي سروم والذتي تنتج الهالوجين بروكسي سروم صح؟ والذي كان اسمه ايش بروكسي ديس برضو هاي بروكسي ديس او يعني الاسم الثاني بروكسي ديس هو كتاليس هم اللي بيعملوا للدنس كور هاي فشو الفنكشن ستاعت البروكسي سروم بيعملوا بيتا اوكسي ديشن of certain long chain fatty acids اوكي بتعمل عملية اسمها بيتا اوكسيديشن الفاتي اسيت وطبعا هاي بيتا اوكسيديشن هي بتكسر لك الفاتي اسيت انتو يعني smaller molecules ممكنك تطلع منها بضعقة بنتفصل فيها ان شاء الله في البيو كيمستي طب هاي اول فنكشن طب شو ثاني فنكشن synthesis of plazmalogen synthesis of what plazmalogen هذول plazmalogen سمع عبارة عن lipids موجودة في المايلين شيل دكتور انت بتعرف انه النيورونز اللي هي خلالة العصبية بيكون لها هيك زي سلك ماد منها منسميه axon بهذا السلك ايش بصري عندك بصري انتقال للسياد العصبي انتقال لكهرباء اوكي من هاي النيورون لنيورون اخرى مثلا لاناظر نيورون المهم انتقال لسياد العصبي وحركة السيادات العصبية هاي هي ذاتي تؤدي فنكشن تاعة الخلية العصبية هلا شايف انت عشان نخذي حركة السياد العصبي سريعة لازم انك انت تعطي ايش تحط عازل هذا العازل عادة ايش بيكون هذا العازل بيكون مايلين شيل بيكون ايش هو مايلين شيل وطبعا انت بتعرف انه lipids هو عبارة عن عازل صح lipids اللي هم الفات او يعني فتسمى نوع من انواع lipids بما احنا اضرب المهم انه lipids تحتهم عبارة عن عازل فبيساعدوا الفاست ترانزميشن of what of electrical signal اوكي فهذا هو المايلين شيل اللي هو الغشاء تاع الغشاء تاع النيورون تاع الخلية عصبية بحيث انه يخذ الانتقال السياد العصبي اسرع في الاكزون فهي synthesis of plasmagrogens peroxysomes بتزويل synthesis of بروتينات اسمه plasmagrogens او عفوا lipids اسمهم plasmagrogens دولة plasmagrogens هم lipids found in the myelin شيل of nerve axons طب شو الفنكشن نقم ثلاثة synthesis of bile acids في الليفر البile acids اللي هم المرارة صحح واحدة من المكونات المرارة bile ثاني المرارة البile acids بيكونوا موجودين في الليفر اوكي او وطبعا هاي المرارة طلع هي بمعنى لقم مادة صفراوية ممكن تسميها مرارة تمام بس الليفر معروف انه بيصنع مادة صفراوية اسمها البile هاي البile تنزل على الانتستن برضو بتساعد في digestion of fat هي كانت تتعملها كميكانيكا دارجشن اذا درستو في البيومية واحد مش كان في عندك كميكانيكا دارجشن اذا درستو هيني قرأ بذكركو فيه فالباعد اللي هي مادة الصفراوية تاعت المرارة مين بيكونها البروكسيزون طبعا البروكسيزون تاعت الكبد ليجا سترون نحكي عن الميتو كوندية هم الممبرانيس organoids concerned with the production of energy ويحنا بنعرف كلمة energy تعني ATP لأن ATP إذا ما تكسب يعطيك طاقة they consider the powerhouse of the cell معناته إذ هم مصدر طاقة الخلية they're highly plastic رابد أو هم عندهم highly plastic rapidly changing shape معناته الشكلهم بتغير بسرعة بلاست هون كلمة بلاست معناته متغير مش البلاستيك البلاستيك العالي لا highly plastic معناته أشكالها متغيرة جدا they have highly plastic rapid changing shape using with one another and dividing ممكن الميتو كوندية تحموا مع بعض ممكن منقسموا عشان يعطوك الميتو كوندية أصغر واتطلع and I'll move through the cytoplasm along microtubules في عنا إحنا هون أنت درستوا microtubules يعني شكلهم شبه لهيكل بتكون عبارة مخيوط موجودة في السن الممبرين زي أعمدة بالضبط فهذه الخيوط بتحرك الميتو كوندية تمام بتصفي زي السكة زي كيف سكة الحديد مثلا أو شارع يعتبر الميكرو تيوب الشوارع تمشي فيها الميتو كوندية طبعا نكمل the number of mitochondria is related to the cells energy need طبعا خلية كلما كانت تؤدي أو يعني عفوا تصرف طاقة أكثر كلما كانت تحتاج ميتو كوندية أكثر في الخلايا اللي عندهم high energy metabolism معناته محتاجة طاقة كبيرة زي مثلا cardiac cell تمام cardiac muscle cell الخلايا الخلايا اللي هي بتعملك عضلات القلب تضلها طنبط طول حياتك فمحتاجة طاقة عالية في الكاريك muscle cell فيها ميتو كوندية كثيرة و cells of some can eat you بيوز أي الخلايا كذية برضو تستهلك طاقة كثيرة ليش لأنها بتفرز أو يعني تتحكم بإيش بدو يطلع خرج الجسم في البول فهي شغلات كلها بدو طاقة ففيها ميتو كوندية كثيرة they all have abundant ميتو كوندية كلمة abundant معناته كثير they all have abundant ميتو كوندية بينما cells with a low energy metabolism they have a few ميتو كوندية الخلايا الماء ما بتستهلك طاقة كثيرة زي مثلا خلايا الفاتل هم ما بتلاقي فيهم كثير ميتو كوندية طبي اللي يجح سون عن mitochondrial structures الميتو كوندية عندنا two membranes outer and inner membrane تمام هاي هون اتا في عندك outer mitochondrial membrane بنا ضدله بالاسود هاي هذا هو outer mitochondrial membrane من الساشة نحن في عندنا inner mitochondrial membrane برضو اذا شايف انت inner mitochondrial membrane اللي هو الداخلي بيعمل هيك زي اصابع مادة لجو الميتو كوندية تمام extending towards the inside of the mitochondria فهاي الاصابع ايش بسميها هالاصابع بسميها Christie هالاصابع بسميها Christie فهي outer and inner membranes فهذا بتيديك outer membrane وبين inner membrane هي اللي بتعمل Christie فالتضع طب هذا space between the outer and the inner membrane المسافة أو عفوا مساحة بين outer membrane وال inner membrane زي مثلا هون هاي المساحة ايش بسميها هاي المساحة هاي المساحة بسميها outer chamber معناها الحجرة الخارجية ايش بسميها outer chamber أو حتى بسميها inner membrane space هي مساحة ما بين two membrane enter معناته ما بين مساحة ما بين two membranes ال outer membrane عندها channels و porens تمام porens معناته على channels فما بتختلف outer membrane دائما بيكون فيه channels و porens ليش لانه تطلب في عندك مثلا شغلات موجودة في الساتو بلاسم زي مثلا pyrovate في عندك molecules زي pyrovate بتفوت من cytoplasm زي هون ما تخلنا كتب pyrovate pyrovate بيفوت من الساتو بلاسم into the inter membranous space عن طريقة دول channels أو porens تمام إذا هتحكي ليش هو pyrovate يا دكتور بس بسرعة عشان وقت المحاضرة الجلوكوز لما يفوت على الخلية يتكسر إلى مادة اسمة pyrovate وهذا pyrovate يفوت على الميتو كوندرية ويصير له التفاعلات كيميائية بنسميها Krebs Cycle ليش بصير Krebs Cycle هاي عشان نحاول نطلع طاقة من pyrovate أو اللوكوز فالغلوكوز تحول إلى pyrovate يعني عشان هذا pyrovate يعرف يفوت أنتو الميتو كوندرية يصير وتفاعلات باستخدام Krebs Cycle وبعدين بعد ما يتخلص Krebs Cycle يصير عندك عملية إلكترونات أو يعني انتقال الإلكترونات نسميها electron transport chain كل اللي أخذتو في البيومية واحد تمام كل المفهوض تكونوا عارفين هاي الشغلات أنا قاعد بحكي عموما pyrovate هذا هو عبارة عن موليكوز اللي بتيجي من الكروكوز وكي which actually make sense ليش pyrovate بد يفوت على mitochondria مش mitochondria هي التي تنتج طاقة طب أنا قاعد بحكي لك عن إيش قاعد بحكي لك عن انتاج طاقة pyrovate بيفوت على mitochondria عشان يفوت في الكريب cycle وبعدين elektron transport chain عشان بالنهاية يصفي عندك ATP أو يصفي في عندك طاقة طب الانر membrane هذه كوستي الانر membrane عنده الكوستي حكينا ها الأصابع كل ما زاد عدد الكوستي طبعا كل ما كان هذا إشي لصالح الخليه بيسمح لها تصنع طاقة أكتر الأنزام and other components of the elektron transport chains are embedded in the inner membrane شاس ال inner membrane هو الذي يحتوي على إنزيمات وال elektron transport chain عشان هيك أنا حبيت أحكي لك قصص elektron transport chain وال pyruvate وال krebs وكل هاي الشغلات لأنه هنجيب سريتهم كمان شوية زي هون مثلا elektron transport chain الانزيم ستعت الكrebs كل هاي شغلات موجودة في inner membrane طب هالأخير هنجي نطلع مع بعض inside the inner membrane is the inner chamber which contains matrix معناته لداخل inner membrane بيكون في عندي matrix تمام هاي هي matrix تمام هاي بيكون عندي inner chamber والinner chamber هذا معبأ ب matrix طب شو مكونات matrix matrix فيه calcium particles وهي إذها يعني طبعا ما تكون تستفيد من calcium particles كما نشوف لقد دان many enzymes needed for oxidation reaction of the Krebs cycle تذكر Krebs cycle اللي حكينا عنها فكثير من الانزيمات المسؤولة عن oxidation reaction of the Krebs cycle تكون موجودة في matrix وكمان it contains DNA and RNA وفيها small ribosomes برضو small ribosomes بش large ribosomes كلمة small مهمة طب تطلع هنا protein synthesis occurs in mitochondria protein synthesis ممكن تتم في mitochondria لكن نظرا ان mitochondria DNA كمية تقليلة because of the reduced amount of mitochondria DNA only a small subset of mitochondria protein is produced okay طب هنا mitochondria فيها شوية DNA تمام طب إذن شوية mRNA عفو وحيطبع من هذه mitochondria DNA وبالتالي تصنيع البروتيين ستكون خفيف في mitochondria فتصنيع البروتيين الذي خفيف هذا باستخدام mitochondria DNA ليس سيوفي مع mitochondria فالMythocondria صحيح تصنع شوية بروتينات لكن أغلب البروتينات تكون جاهية من أين تكون جاهية من الثاتو بتاع الخلية تمام بتكون الخلية في هيا تمام فبيكون الأغلبية البروتينات Most of the mitochondria are encoded by يكون النيوكليس تاعة الخلية كاملة هاي 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 النيوكليس صنعت mRNA وهذا الـ mRNA لما راح على الوف endoplasma أنتج لك هذه البروتينات وهذه البروتينات فاتت على mitochondria فأغلب بالـ mitochondria جايب البروتينات تاعت من من الثاتو بتاع الخلية بسبب أو يعني عشان نطع لفوق شوية من mRNA أجا من فموست are encoded by nuclear DNA and are synthesized on three poly ribosomes in the cytoplasm يكون في عندك ribosomات موجودة في يعني شايف هذا mRNA من الصنع الribosomات موجودة في cytoplasm أوكي three poly ribosomes في cytoplasm هذا شايف أنت آخر بارغراف ممكن تكون مطلح سؤال دكتور يحكي لك أنه أغلب mitochondrial proteins are produced by mitochondrial DNA وتقوم بتدحل مع option لا تحكي لأغلب mitochondrial proteins produced by nuclear DNA حوالي 0.5 لو 1 micrometer in diameter في القطر طبعا يكون elongated يعني نطورين شوية تمام معناته ممكن أنه يعني فعليا يكون طولهم 10 أضعاف القطر يعني مثلا هنا القطر يكون طول 10 أضعاف عشان هم elongated structures وطلع they typically appear as a numerous acidophilic معناته eosunophilic أو يكون red في H&E stain طبعا سأخبر الدكتور أنه ليس شايف H&E stain سأخبر لك لأنه مرات من استخدم صبغات خاصة لأنه ليس سهل أنه تمييز عن other components H&E طبعا أنت صبغت خليه H&E وطلع معك eosunophilic structures شو ضمنك أنه هدول ميتو كوندية أيها هون بيجي عندك دور the special staining methods فتطلع في عندنا مثلا هون مادة أو صبغة معينة اسمها iron hematoxilin ايش اسمها iron hematoxilin مش hematoxilin لحالة iron hematoxilin بيحكي acid acid fusion في عندك صبغة ثانية اسم acid fusion هدول هم ممكن يبين الميتو condi as spheriules rods or filaments تمام فبصف شاف هون كيف الميتو condi بتبين بالiron hematoxilin وبالصبغات الهال سهل جدا انه بتبين الميتو condi as dark structures هون كلمة L معناته lumen يعني تجويف وكلمة S معناته surface هون قاعدين بيحكوا عن kidney tubuluses لكن عموما شايف كيف الفكرة من هذه صورة تتعرف انه بتبين عندك ميتو condi باستخدام الصبغات طب يلا نكمل شوف عندي histochemical methods للميتو condi ميتو condi contain all the enzymes كل الانزيمات concerned with the oxidation of food oxidation of food نفس انه اطلع طابقة الجلوكوز يعني زي كأنه انا قاعد بحكي عن respiration فالmatogrund اللي فيها كل الانزيمات اللي لازم من respiration فواحد من هاي الانزيمات respiration والي واحد من الانزيمات المهمة في الكريب ساكسينيت dehydrogenase فبالتالي هذا انزيم استخدام ميتو ميتو فبعمل انزيم histochemistry مجيس الاكتيبيتي of succinate dehydrogenase واذا لقيت انه الخلية فيها succinate dehydrogenase باعرف انه يعني فيها ميتو كوندرية كتير تمام او يعني مثلا بحاول انا استهدف هذا succinate dehydrogenase بخلي والله مثلا اشتغلي على product معين وهذا product معين يعطيني دون الخلية فانه باعرف انه ايش وهذا المكان فيه ميتو كوندرية الخلية فهي انظام histochimistry طب نجي نطلع الالكترو ميكروسكوب موس سلس ميتو كوندرية فلات فلات كوستي طب نجي نطلع مع بعض هيا شايف كيف الكوستي يكون فلات من جو في هالأصابع لتنسل انه نميز هيا موس سلس ميتو كوندرية طلع الاغلب كلمة موس بتهمني كوستي فلات شبه الرفوف بتكون شبه رفوف فلات لاملر شبه كوستي لاملر هي نفس كلمة فلات which are usually perpendicular to the longitude and the axis of the myto كوندرية ايش معنات هذا محور طول الميتو كوندرية يعنات المحور ماشي مع طول الميتو كوندرية كيف يكون جاي هيك صح ولا طب انت تطلع الكوستي الكوستي كيف محور ها جاي الكوستي جاي هيك هيك المحور تال الكوستي فشافتها كيف الكوستي يعني مش جاي بارل مش جاي هيك بمحاذات الاحسس الطول إلى الميتو كوندرية جاي بموازات perpendicular فهي موازية وليست محاذية فعشان هيك بتكون جاي هيك الكوستي تمام فهي they're perpendicular to the longitudinal axis of the mitochondria طب نكمل مع بعض mitochondria with tubular and tubular vesicular custy هاي mitochondria with tubular and tubular vesicular custy وهذه طمع استثناء لأنه أغلب الميتو كوندي عنده مفلات custy لكن في عندك بعض آخر ممكن يكون عنده tubular custy أو tubular vesicular custy يعني tubular vesicular معناته بتكون tubules بس بدأ تطلع vesicles المهم إن أنا بتهمني كلمة tubules هون tubular vesicular custy are most common when بتكون steroid secreting cells الخلايا التي تنتج steroid أوكي شوفي عند الخلايا تنتج steroid مثلا الخلايا الموجودة في الخصية مثلا تنتج تستوسترون هذول steroid secreting cells فهذول custy بيكون tubular they contain enzymes for steroid genesis شو الفنكشن ساعة الميتو chondria are needed لأنه energy تساوي ATP في الخلي ATP هي عملة الانergy ATP production needed for most energy requiring cell activities معناته أغلب activities تحت الخلي أغلب رشاطات ها تحتاج إلى energy وهذه الانergy هي ATP والطلع هنا ميتوكوندرية تحتوي على ساتوكوم اسمه ساتوكوم c تمام هذا ساتوكوم c بيكون موجود فقط في الميتوكوندرية ما ساتوكوم هذا الساتوكوم لما يخرج الميتوكوندرية يوصل على الساتو بلازم الخلية تموت ستقول هذا عاطل ليس شيء جيد ليس فنكشن سأخبر لك هذه فنكشن مرات يجب الخليج تموت مرات تموت الخلية يكون مفيد للجسم ككل مثلا الخلية يكون صعب ها دامج تمام فإنما الخلية تكون دامج صف مجال الخلايا جديدة أو مثلا خلية الـ DNA تاعة الجينات انضربت فلو سبتها مثلا ممكن تتحول إلى كانسر لأنه بتاع في كانسر وكن يكون فيها تغيير أو ميوتاشن بالجينات مثلا فهذه الخلية بدل ما تتحول إلى كانسر تموت تمام فالمهم أنه في عندك مليون سبب وسبب ليش أنه الخلية والجسم يعني بنفذها لبعض الخلايا بلغم بعض الخلايا نتنفذها عشان تكون صالح الجسم ككل فالمهم أنه شو مكان الخلل خلينا نحكي خلية صاب شوية دامش فإيش خلية بتحكي يالله بدل تطلع الساتوكوم C هذا من الميتو كون دي انت الساتو بلاس و لما يوصل للساتو بلاس إيش ستصفي أنه الساتوكوم C هذا سيحفز انزيمات معينة كانت ساكتة في الساتو بلاس ما كانت محفزة لكن هذا الساتوكوم سيحفز هاي الانزيمات اللي هم يعبوها عن بورتيازيس والانزيمات اللي هم البرتيازيس انزيمات هادمة بتهضم البروتين عشان هيك بورتيازيس بتهضم الخلية من جوه فالخلية بتاكل الحالة فالطلع فهذور البرتيازيس ديجريد أو سيليولار كمبوننس فاليالله نرجع نحن نلم البراغراف كامل بما نحن شرحنا ماتوكنديا ريليس بروتين سايتوكوم سي فالطلع هذا سايتوكوم سي انتو السايتو بلاس ابون سير سترس لما يكون الخلية مرت في سترس معناها مرت في مرحل الضغط ممكن قدت الى بعض الدامج فيها وخلص صار الحالة نتموت فبساعدك اكتيف بروتيازيس لها بتكسر كل مكونات الخلية انها في عملية منظمة اسمها في موت خلية سريع تمام ايكم نكون خلصنا لكتشور يعطيكم الباب اشتركوا في القناة